تخليداً لذكرى الشهداء وتقديراً لتضحياتهم في سبيل الوطن أقام مشروع نسمة أمل الإنساني حفلاً تكريمياً لكوكباً من أسر شهداء المحافظة وجرح الجيش العربي السوري تحت عنوان درع الوطن وذلك في المركز الثقافي بمحافظة ترطوس بحضور فعاليات رسمية ودينية وأهلية قبل كل شيء أنا اللي بتشرف بوجودي بمحافظة ترطوس أم الشهداء مخزن الأبطال ترطوس طبعاً المحافظة العزيزة الكريمة على قلب كل مواطن سوري أنا بتشرف بوجودي بينهم بين أهلي وبين أحبابي وبتشرف بوجودي بين أبناء الشهداء وأسر الشهداء والجرحى وتخلل حفل التكريم عرض فيلمين وثائقي عن المشروع والأعمال الإنسانية التي أنجزها في إطار دعمه لذوي الشهداء والجرحى بالإضافة لقسائد وطنية قدمها عدد من الأطفال المشاركين الله يشفى الجرحى الله يفك أسر المخطوفين الله يشفى جميع المجروحين أبني غالي لكن الوطن أغلى والمال هو وطن ما إلو قرار الله يرحم جميع الشهداء ويشفى الجرحى ويحملنا سيد الرئيس بشار الأسان وشكراً لنسمة أمال أهل تكريم بتشكر جمعين بسمة أمال وبرحم ترحم مع جميع الشهداء والله يشفى جميع الجرحى وسوريا منتصرة بزن رب العالمين والله يحمي قائدها البلد والبلد الجميع مشروع نسمة أمال ومن خلال هذه الفعاليات يسعى للتواصل مع أسر الشهداء والجرحى على امتداد مساحة الوطن لتقديم ما يمكنه من دعم ومساعدة لمن حافظ بتضحياته على أمن ووحدة دراب الوطن ترجمة نانسي قنقر